هو ليه مش عايز يسجل حد اعرفه ايو كده بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد هنبدأ ان شاء الله نكمل مكان ما احنا اقفين في الفيديوهات اتمنى تكونوا فاهمين احنا بنعمل ايه اصلا احنا مجرد بنقرأ الكتاب يعني احنا مش مطلوب من انا نكون فاهمين البصولوجي 100% ولا حفظينه 1000% بالعكس اللي امتحان بيكون سهل وعاوز بس المنمم بتاع الفهم ان شاء الله اه كمان زي ما احنا قلنا قبل كده في اول فيديو خالص ان احنا اصلا ما نعرفش اي حاجة عن اغلب المعلومات الخاصة بالبصولوجي غير السطر اللي احنا قرناه هنا فاحنا نبقى في الامتحان ماشيين اللي هو ايه انا شفتك قبل كده يبقى انت يبقى انت ده اللي احنا ايه ده اللي احنا نختاره فان شاء الله الامتحان بكرة نبقى سيمبل خالص يعني نبقى very simple حاجة اللي انت شفتها اختارها فهي دي اللي احنا ما نعرفش غيرها في الفيلمات ده يعني اخر حاجة ا اه ماشا دينا احنا بنقول مقدمة اخر حاجة اه اخر حاجة ساعات كان فيه غلطة سخيفة كده عندنا في الامتحان مثلا السؤال مترتب اي بي بي دي يعني السؤال فيه تغلطة في ترتيبه في ترقيمه فهم بصراحة لايديهم الصحة جمالوا لنا ايه خدوا بالكم السؤال خمسين في غلطة في ترقيمه مكتوب اي بي بي دي اي مثلا فاحنا قلنا خلاص ماشي عرفنا المعلومة وخلاص جينا عنده سؤال خمسين اختارنا الاجابة بي ونقلناها في الانصر شيط بي ولما خرجنا افتكرنا ان كان فيه اتنين بي في السؤال فحاجات زي دي يعني ايه برضو دي من النوع يعني الحاجة اللي الواحد غلط فيها بيحاول يقولها لكم علشان اه علشان ما نقررش يعني الغلط ان شاء الله فالشاهد من الكلام اه نركز في الامتحان لو قالوا لنا معلومة عن الورقة نركز فيها ممكن نبقى السؤال خمسين مثلا شايدين شادين جنبه خط كده ومرقمين الايه الاسئلة فعلا ايه بي سي دي فده حاجة حصلت السنة اللي فاتت طبعا سؤال كان بنص درجة مش مهم من ملناش في نصيب يعني اه بس حبيتها قولها الكم بردو نبدأ بي نكمل على طول احنا كنا بقفين لحد هنا لحد الانتيوجون بتاعت الروماتيك هنبدأ بقى نكمل على الوتوميون هيموليتك آآة انيميا بيتكلم تيسم انه احنا فيه عندنا حاجة اسمها انتيجلوبين تيست يعني انتي انتي بادي تيست بنجيب الانتي بادي ونعمله انتي بادي يمسك فيه ولو مسك فيه يبقى موجود الانتي بادي لو ما مسكش يبقى مش موجود اللي هو اسمه التاني كومب تيست ده انتي بادي بيمس في الـ entitledis اللي بجسمي. عشان يشوفها هي عندي وَلَا لَأ. وفيه もنا نوعية الـ entitledi .مش معه 흥 بقى. نحفظ كدهrir Иhpka. لكن Direct Antibody معه RBCs أو معه Antigen. الفرق بينهم إن الـ Antibody لو ماسك الـ Antigen يبقى العيان دلوقتي عنده صفرة وعنده هيمولوس ازوه بتاعه. لكن لو العيان in between attacks ما عندهش صفرة. هاجة رحاطة الـ Direct مش يمسك حاجة لأن الـ Direct بيمسك في الـ Antibody اللي على الـ RBCs. فساعتها بلجأ للـ Indirect. Indirect Antibody بس. لكن الـ Direct Antibody على RBCs. والـ Indirect بيقوله نوع الـ Antibody كمان. يعني الـ Indirect ممكن يقوله خد بالك أنت عندك IgG أو عندك IgM. بس تفيد منها إيه؟ في عندي الـ Autoimmune hemeretic anemia نوعين نوع ورم ونوع كل. النوع الـ Worm ده اللي هو بيبقى فيه IgG. حتى كده نوع ورم اللي اسمه جمر. G جمر. وده الـ RBCs تتمسك بالـ IgG وتتكسر في اللسبلين. حتى أنا بسميهه الدافي في المطبخ. الـ Worm في اللسبلين. تمام؟ الأسباب هو اللوب بس اللوكيميا اللي مفهومة. الألفا مسائل دوبة الحاجات دي. لكن الـ Cold. الـ IgM بسميه مسقعة أو متالك. نحن لما الله يدي صحة ولكن بسميه مسقعة. IgM متالك. ده بيبقى الـ RBCs بتكسر في البلود فيصل. في الـ Berifery. في الـ Cold في الأطراف السقعة. مش في اللسبلين في المطبخ الدافي. لا ده الـ Berifery. فيها IgM. وأسبابها البارد اللي بيجي في السقعة. الـ Cold. وتوميون. أسبابها فيروسات بتاعت البارد. المايكو بلاسما. النومونيا. الـ Infectures mononucleosis. للحاجات دي كلها. تمام؟ في نوع تاني. Cold. بس فيه IgG. اللي هو اسمه باركسيزما. Cold. هموغلومينوريا. مش مهم قوي. شبه الباركسيزما النكتورة للهموغلومينوريا. بيبقى IgG. بيمسك فيه. بيقطع الـ RBCs. وممكن يكون سببه ورده. اللي هو السندروم. أو يكون سببه. الـ Viral Infectures. ده كده فيما يخص الـ المربع ده فهمناه. تمام؟ هو ممكن يسألني في ايه. يقول لي مثلا. المايكو بلاسما. بتعمل ورمو ولا كولد. أفتكر آه. مايكو بلاسما. يعني برد. دي بتعمل نمونيا في البرد. يعني كل. Infectures. منونيوكليوز. ده فيرل. يعني برد. سيتومجال وكذلك. ناخد بالنا أن اللينفومة. بتعمل ورم. لكن الخرونيك لينفوسيتك لوكيميا. بتعمل كلد. دراج انديوز. دي في بعض الـ في بعض الدراجز. بتعمل هيمولوسيس. البنسيلين بيمسك في الـ يروح الجسم وقطعه. بيشتغل كهابتن. يعمل طيب 2. هايبر سينستيفتي. تمام؟ السالفونامايد. بيزود السالفة. بيزود الاسترس على الاربسيس. فاتفارع. بيزود التوكسنز وبتاعه. وخصوصا لو عانى عنده. جي سيكس بي دي. ديفيشنسي. الانزائم اسمه جي سيكس بي دي. والمرض اسمه جي سيكس بي دي. ديفيشنسي. الالفا ميسايل دوبة. بيعمل اوت اوميون هوموليتك انيميا. الفا. الفا ميسايل دوبة حرف الاي. فكرني بالاوت اوميون هوموليتك انيميا. وحرف الال بانه بيعمل لوباس. انديوس لوباس. هو الهايدرالازين. تمام؟ قال له انتيبادي. طب الحاجات اللي فات دي كلها كانت اوتو انتيبادي. يعني الجسم بيكسر الاربسيس بتاعته. في انتيبادي بتكسر الاربسيس الغريبة. اسمه قال له انتيبادي. يعني انتيبادي من بني آدم تاني بيكسر الاربسيس. زي الـ ABO والـ RH Incomputability زي الترانسفوشن ريأكشن مثلا لو عينا A الـ Detona B هيكسره تمام؟ او لو طفل R-H negative R-H positive وقمه R-H negative عندها Antibody هتكسره اللي هو هيموريتك ديزي الـ Newborn الـ ABO هو المستو كومن كوزلي الـ RH هو المستفيتل والمستفير كوزلي مشهور قوي في النساء بيرنشاس أنيميا بيرنشاس أنيميا بيكون فيها Antibodies ضد الستومك فالستومك ما تطلعش Intrinsic Factor ولا HCL وبالتبعية الـ B12 هيبقى قليل فيعمل لي بيرنشاس أنيميا بيبقى فيه Antibodiesel Antibody ده بيدرب البراية تلسل وAnti-Intrinsic Factor Antibody ده بيمسك في الـ Intrinsic Factor يخليه ما يمسكش في الـ B12 الـ Antibodiesel بعمله بالـ Immune Fluorescence ده شكله سؤال MCQ أديم خاص بالإيه بالباتولوجي إن الـ Immune Fluorescence بيجيب لي براية تلسل Antibody لكن الـ Anti-Intrinsic بالراية Radio Active Immune Assay Radio Immune Sorbent اسمه Radio Immune Sorbent Assay Radio Immune Sorbent Assay بصراحة أنا بحاول ألاقي طريقة نحفظها اللي في فالي دلوقتي إن الـ Radio Immune Sorbent بيمسك في الـ Intrinsic Factor اللي بيساهل الـ Absorption بتاع الـ B12 الـ Intrinsic Factor بيساهل الـ Absorption بتاع الـ B12 فـ Radio Immune Sorbent Assay بيقيسه لكن الـ Immune Fluorescence بيقيس الأنتي براية تلسل Antibody وحاطتهم بين كوسين وعملهم بولد ودي طريقة الدكتور كريم في اللي إنه يقول لنا خد بالكو ده يمسك يو أديل أو يحط في مربع عزويت تمام؟ نجي بقى على الميسينيا جريفز بيبقى الميسينيا جريفز لها سبب معروف في الفيميلز ولها سبب أوتو أميون إنه يطلع Antibody ضد الأستيطالي الكولين ريسيبتورز تمام؟ Antibody ضد الأستيطالي الكولين ريسيبتورز وبتسمى إيتون لامبرد سندروم لو عيان عنده Cancer Lung يطلع Antibody من الـ Cancer تمسك في الريسيبتورز بتاع الأستيطالي الكولين فيجيله ميسينيا يبقى ده راجل عجوز عنده ميسينيا مع إنها مفروض في الميدل إجي في ميل الستات الصغيرة يجي ميسينيا في راجل كبير لا أدور على Cancer بتبقى Antibody Anti-Aستيطالي الكولين ريسيبتور فممكن يقول لي ده سأرد بأرده إم سكيو ميسينيا جريفز إن أضلت مثلا بيبقى فيها إيه؟ Anti-Colean Sterease Receptor Anti-Aستيطالي الكولين Anti-Aستيطالي الكولين ريسيبتور آه بالمنطق كده لو أنا Anti-Colean Sterease يعني أن هزود أستيطالي الكولين يعني أنه مش عمل ميسينيا ده بالعكس ده أنا بدي Anti-Colean Sterease في العلاج Anti-Aستيطالي الكولين ممكن Anti-Aستيطالي الكولين ريسيبتور ممكن يبقى نحفظ لا Anti-Receptor بيدرب الريسيبتور نفسه مش بيدرب الأستيطالي الكولين لأن الأستيطالي الكولين دي مادة كمية الانتيباضي غالبا بيمسك في بروتين ممكن يمسك في البروتين نفسه الاستيريز اللي هو الانزيم أو يمسك في البروتين اللي هو الريسيبتور مش Anti-Aستيطالي الكولين خالص ماشي Anti-Aستيطالي الكولين ريسيبتور Anti-Band وده بيبقى اسمها إيتو اللامبرد في الكنسر لاند تيومر ماركر بقى دي حتة قطيفة جدا وحتة سهلة وبيتسئل فيها كتير يعني الأسئلة في تيومر ماركر مهمة بنستخدمها ليه لو أنا عندي عيان هاي ريسك بروتين فولو أب لكن الاسيسمنت بالقلبي منه عشان كان فيه سؤال عليه لأخبط الاسيسمنت بالقلبي منه عشان نشوف الفانكشن عاملة ازاي طب الفولو أب بالالفا فيتو بروتين والسونار كل تلت شهور فده هاي ريسك ممكن نتابعه بتيومر ماركر دي الالفا فيتو بروتين الخاتة أنا الباسولوجي مثلا من كانسر بريست وبشوف فيه استورجين ريسيبتور بوزيتف بورجستيرون ريسيبتور بوزيتف فده برضو تيومر ماركر بتابع به الهيستوباسولوجي العيين اللي أنا خدتها بروجنوزز بعمل استيجينج بروجنوزز بالتيومر ماركر زي مثلا عيان عنده كانسر بروستيت لقيت الأسيد فوسفاتيز خمسين ده كده متاستاتيك يبقى بروجنوزز واللستيج كبير ده بيخف يبقى كده جود بروجنوزز وبيستجيب للدو عيان تاي عنده كولوريكتال كانسر مثلا عنده كارسينو أمبريونيك أنتجين بس ده كويس عنده كارسينو أمبريونيك أنتجين والفا فيتو بروتين ده كده كانسر رأل الليبر فبروجنوزز باستخدم فيها تيومر ماركر فولو اوب لو بيقل 10% يبقى ده جودرز ونسل للسيرابي وكمان ممكن ممكن عن طريق تيومر ماركر كل دي استخدامات لي لكن مش ديفينت في دياجنوزز ممكن مثلا يقول لي ديفينت دياجنوزز لا هو نط ديفينت وما بيستبعدش كانوت يعني وجوده مش معنى ان فيه كانسر وعدم وجوده مش معنى ان ما فيش كانسر هو لازم ناخد بيوبسي بعده او اعمل تريفيزيكس دي لو انا في لفر او في كيدني اه ممكن ان اعتمد على تيومر ماركر اه اشوفه لو بيعلى يبقى فيه ريكارنس نفس يبقى هو مش ديفينت دياجنوز وكان وكان نط اكس كلود نط سبس نط نط سن 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 لكن هو ممكن يقس لي الريكارنس ممكن يقس البروجنوز ال سكيريني كويس يأكد لي الهيستوباثولوجي خلاص خط بيوبسي اشوفه بقى نوع التيومر ايه والفولو قبل التريتمن اتمنى يبقى الحتة دي واضحة وشكل الاسئلة فيها عامل ازاي السؤال اللي بعده بقى ايه هي انواع التيومر ماركر احنا عندنا سبع انواع من التيومر ماركر سهلين واحنا عارفين هم بس عندنا اريسيبتور زي مثلا الاستوريجين ريسبتور والبروجيسيرون ريسبتور تمام عندنا انزايم زي الاسيد فوسفاتيز هاذ يعني انزايم او فده برضو بيبقى في المالتوب الميلومة ده نوع من انواع بروتين عندنا أنتجين والسؤال اللطيف اللي جالنا السنة اللي فاتت بيقولك كارسينو امبريونيك أنتجين which type of tumor marker أنتجين انتيبادي ريسبتور هورمون فاهمين الفكرة فهو اسمه كارسينو امبريونيك أنتجين او بروستاتيك سبسيفك أنتجين او كاربوهايدريت أنتجين اللي هو القادس عدد 9 وقامية 25 حاجات دي كلها في واحد بس يخل بالقعدة الألفا فيتو بروتين هو الألفا فيتو بروتين أنتجين ده أنتجين موجود على سطح الخلايا بتاعت الليبر والكيدني الليبر واللونج والج اي تي نحفظه زي كل الأنتجين فيهم ايه ألفا فيتو بروتين في حرف الايه بي اس اي سي اي كارسينو امبريونيك أنتجين هم كلهم اسمهم أنتجين سهلة هاوي بصراحة كان سؤال بيدحك لكن الألفا فيتو بروتين يوجد عليه بس ليس أنتجين لكن لم Oakley تابعت عن أنتجين المالتوبول ميلومة المالتوب الميلومة الفتاب الميلومة لم أعمل بروتين كان الوحدة ليس ألفا فيتو بروتين ماذا أي انتجين يوجد هنا هرمون ك adverse المالتوبول ميلومة بحالات Freight او عندها كوريو كانسرومة او ميل عنده تستيكلر تيومر ده الميل اللي هو بيبقى عنده اختبار حملة بوزيتف لما يكون عنده تيراتومة في التستيكل ممكن يكون اكتبوك هرمون او يعني كانسر بيطلع هرمونات كبرى مالجنان سندروز زي الكنسر لانج مطلع انتي ديوريتك هرمون او عامل سيادة يعني او كانسر لانج عامل كوشنج اي سي تي اتش يبقى الهرمونات هنا تيومر ماركر تمام السور بيوتين في الرينالسل کارسنومة الرينالسل بتعمل موليسايساميا عند رويريوس ريوتين ده هرمون كالسيتونن في المضلري كارسنومة بتاع الثيرويد m��를 مضلري كارسنومة مشكور او تنسر لانج مدلري كارسنومة مشهور او كناسرевойكو في طلع ك helsoin والبروستيت بتطلع كالسيتونين اللي بيسحب الكالسيوم من الدم يدخل له عظم عشان كده البروستيت استيو فورميشن المتس بتاعتها استيو مش فكر اسمها ايه بالزبط بس معناها انها بتزود العظم مش استيوليتك تمام؟ البنكرياس والبروستيت انهم بحرف البي بيطلعوا كالسيتونين مش مهم قوي ما بيسقلش ايه بيطلع ايه بس ادينا بنقول يعني تمام؟ دي هيرمون انزايمز زي الاسد فوسفاتيز بتاع البروستيت ده مهم قوي لان الاسد فوسفاتيز لو اكتر من 50 يبقى فيه متاستاتيك بروستاتيك لو اقل من 10 يبقى ما فيش كانسر ممكن يكون طالع من اي مرض تاني غالبا ما فيش طبعا الحاجات زي ما قلنا كانوت اكسيكلود وكانوت ايه بروتين قلناه تيومر انتجين زي قلنا كارسينو امبريونيك انتجين مشهور اوي في الكولون الكارسينو في الكولون تمام؟ والكارسينو امبريونيك انتجين لو في كانسر كولون خلاص لوحده خلاص مع الفا فيدو بروتين يبقى غالبا الكونسر كورون راح عمل متس في اللبر؟ الماشي!? الفا فيدو بروتين موجود كمان في الج Thanksgiving alpha long will be specific antigen تمام زي ما قلت احنا احنا نفكر بكرة very simple بي والبرستات فيها بي يبقى هو ده. ماشي? الكال هو الكاربوهايدريت انتجن بيبقى موجود في الجي اي تي غالبا. السي اي مية خمسة وعشر خد ناس سنة اللي فاتت في النساء. السي اي تسعتاشر تسعة ده بتاع الكولوم. خد ناس سنة دي في الكولوم بقى. تمام? الخمستاشر تلاتة ده في البريست مش مهم. خمسين في الكولوم بره. لو ناخد بالنا ده في الكولوم وده في الكولوم. في اتنين في الكولوم وواحد مية خمسة وعشرين ده بتاع السنة اللي فاتت في الاووريان والقامة ياخد خمس شهر ثلاثة ده في البريست. سيل الريسيبتور زي الاستروجين ريسيبتور موجود في البريست كانسر والبروستيت. احنا عارفين ان الميل عنده استروجين هو راخر. تمام? فكانسر في ميل بروستيت في استروجين ريسيبتور. كده البروستيت فيه اسيت فوسفاتيز وفيه بروستاتيك اسبيسيفيك انتجين وفيه كمان استروجين ريسيبتور. وفيه كالسيتون بالمناسبة المضالة ريكارسينومة فيها كارسينو امبريونيك انتجين 125 المضالة ريكارسينومة ممكن نعملها فلو ابل كالسيتون او بلسي اي 125 دسقل جراح المهم كنا بنقول وصلنا لرسير ريسيبتور استوريجين موجود في البرست وللبرست لكن البروجستيرون في البرست بس كلام سهل وكلام بسيط ان شاء الله زي ما قلت لكم السؤال اللي جيب في المنطقة دي سؤال سهل قوي زي يكون مثلا فيه فيه كروموسيتومة مشهور قوي بنقيسه في اليورين او سيريتونين بيطلع من الكارسينويد تيومر في الابينديكس او كارسينويد تيومر اللي موجودة في اللانج مثلا او يكون السيريتوني اللي هو 5HIA ده بيطلع من المضالة ريكارسينومة برضه لان المضالة ريكارسينومة دي من انواع الايه الملتبل اندوكراين نيو بلادي جينيتك ماركرز زي الفلاديلفيا كروموسوم فيه مكتوب هنا غلط سي اللي ايه لا في الكمل فيلاديلفيا في الكمل نصاح المصلح دي تمام مكتوب هنا كرونيك لينفوسيتك لا هي في الموجودة في الكرونيك ميلويد لوكيم المنطقة دي سهلة حد محتاج فيها اي حاجة لتيومر ماركر بيجي فيها اسئال ماشي وبالمناسبة احنا هدخلين اللينك على اللينك لو فصل هندخل عليه تاني نفس هو هو نفس اللينك تمام عشان وقتكو برضه ماشي هبثلر كرثينو ماركر يعني القانسر الباب تقطع الليبر الماركرز بتاعته التعديد ايه لو وبرايماري هنلاقي آلفا فيتو بروتين هيبقى عالي قوي طب، أفرد لقيت آلفا فيتو بروتين مي example قتك مولد الوبيريشن بس معاك Machin neighbors انتجن يبقىnah كان cancer colon راح الليبر cancer colon عملا Melbourne liver meta-static هلاقي C Fernandorans وأو مي فيتو بروتين ليثر ماس طيب لو مركض ألفا فيتو بروتين ده هيباتوما بس معهوش اي اي ايه كارسينو امبريونيك انتجين ماشي كارسينو امبريونيك انتجين بس يبقى كولوروكتالكنسر معهوش ليفر ميتس يبقى انا عندنا تلاتة تلات حالات ألفا فيتو بروتين بس هيباتوما لو عالي يعني داد عن اللزوم وعملنا سيتي وتولي عبوزتوف طيب ألفا فيتو بروتين عالي وكارسينو امبريونيك انتجين عالي وعملنا سيتي وتولي عبوزتوف يبقى ده نتيجة المتس من كنسر كولوم ساكندري متس في الليفر يعني كارسينيو امبريونيك انتجين بس اللي عالي مفيش الفيزو بروتين يبقى ده كنسر كولوم بس خلصنا الصفحة دي اللي بعدها بقى بدنا هنبدأ نتكلم عن بكتيريا تمام اول حاجة فيه حاجات بكتيريات برايمري باستوجين وجودها معناه ان فيه مرض مش كومنسل مش فلورا لا دي برايمري باستوجين تمام وفيه اوبرتينيستيك هي اصلا فلورا بس لو المناعة عقلت هتعمل انفكشن زي كاندي ده مثلا موجودة في الفم بس لو مناعة عقلت بتعمل سيفير بقى اوتوفيجية الايه انفكشن موجودة على الابديرمس الستاف اسف استاف ابديرميدس كل دي اوبرتينيستيك ايه انفكشن يعني ايه برايمري باستوجين يعني باستوجين بيكوز ديزيز اول شرط بريفياس لي هلسي اندفيدول يعني الشخص تتليم مش امينكم برميز تاني شرط يعني الشخص عنده مناعة كويسة عنده البريير كويس الاسكين كويس كل حاجة كويس بس بعد ذلك البكتيريا عملت فيه انفكشن زي السلمونيلا مثلا زي التيفويد زي التي بي زي الستاف اوريس اللي يكو اجليز بوزيتف دي كلهم برايمري باستوجين وجودهم يعني فيه مرض فيه اوبرتيونيستيك دي نورمال فلورة بتحصل بتجي مرض في الضعيف وينزا اميون سيستم از امبير زي الكو اجليز نيجاد في استاف اللي هو الاستاف اي بيرميز تمام دي بتبقى نورمال فلورة على الاسكين لكن لو حصل اميون سوبريشن هتعمل ايه هتعمل انفكشن يبقى ده عارفنا معنى ذلك كلمة باستوجين برايمري باستوجين بريفياس لي هلسي انديبيدول واندكت اميونولوجيكال ايه بارية اورتيونيستيك وكلام سهل اورتيونيستيك معناها نورمال فلورة لو عاوز بس اخد من كلمة قواجلوس نيجاتيف ستاف. قواجلوس نيجاتيف دي اللي هي الساف ابن درميدز. لأن الساف أوريا اسمها قواجلوس بوزيتف. وفيه انواع كتير من القواجلوس نيجاتيف. تمام؟ فيه انواع كتير من قواجلوس ساب ابن درميدز سابروبيتيكاس. تمام؟ لا ممكن يجيب لالتنين دول في الايه؟ في الامسكيوهات. وده نادر قوي ان يجيب سوا امسكيو كده يعني. طب كده قولنا. فرق بين برايمري باصوجين وايه? وابرطينيستك فيه فرق بين انفكشن وكولونيزيشن انفكشن يعني البكتيريا دخلت عملت دامج وعملت ديزيز في العيان يعني البكتيريا قاعدة هي باسوجينيك بكتيريا مش في لورا دي باسوجينيك بكتيريا بس قاعدة دلوقتي من غير ما تعمل دامج ومشكلتها ايه انه بينقلها البني قدمين تانين تانين تعال نقرأ انفكشن معناه ان الارجانيزم دخل جين اكسيس وعمل تشو انفكشن ودمج اخترق الخلايا مش قاعد على السطح لا ده اخترق الخلايا وعمل ايه انفكشن ودمج معناها بكتيريا مش في لورا موجودة قاعدة على السطح بس من غير انفكشن ومن غير دامج مشكلتها ايه انها بيسترد الانفكشن مثال ذلك الاي كولاي احنا عندنا في مصر الاي كولاي بعض الدول بيقولك لما تنزل مصر ما تسلمش على الشعب لان احنا عندنا من الاي كولاي الاي كولاي باسوجينيك وجودها فيه طبعا فيها نورمال فلورا كتير فيها نورمال فلورا هي معظم النورمال فلورا جسمنا اي كولاي قصي لكن اللي هي انتيرو توكسوجينيك اي كولاي المستو كومان كوز اف ترافلر ضيارية انتيرو توكسوجينيك بتطلع توكسن يخلي الجي ايتي يعمل اسهال دي المستو كومان كوز اف ترافلر ضيارية دي موجودة على قدينا هل هي نورمال فرورة? لا. دي مش طبيعي. دي مش دي مش نورمال فرورة طبيعية. دي كولونايزينج. عاملة كولونايزيشن لقدينها. طب ليه ما قلناش انها انفكشن? لانها قاعدة على السطح ما عملتش لا انفجن ولا دامج. ماشي? ماشي? زي مع ان الشخص الا انفكتد الا ان هو بينشر العدو. كلام سهل ومحفوظ ان البلاد بورن باسوجين بكتيريا زي البروسيلة اللي بتعمل على هذا Called Relapsing Fever زي السيفلس برضو بإتنينها عن طريق الدم. فيروس وهيืوريوس طبعا. وهيه هيموراجيك فيبر بروتوزوى زي املاريا. فيه حاجات بإتنينها عن طريق الووتر زي الطيفويد بقى. الطيفويد. السلمونيلا وطايفي وطايفيكوبي دول. بيعملوا طيفويد فيبر. لكن Tiف ميوريام وإيبدرميديس. في حاجة اسمها تيفويد. تيف ميوريام وإيبي ديرميدس. سلمونيلا طيفي ميورا وايبي ديرميدس. دول بيعملوا فوت بويزنينج. لو عين كلا الاكل هيجيله اسهال وترجيع. لكن سلمونيلا طيفي برا طيفي او بيوسي بيعملوا طيفوية فيفر. الكوليرا طبعا اشهر من النار على عالم بتتنيل بالمية وبتعمل مية. رايس ووتر استول. مية شبه مية الرز. والعين ما بيبقاش سخن. الشجلة بتعمل بتتنيل عن طريق المية. وعموما المية يعني او يعني فيكو كورال يعني. الشجلة بتعمل وبتعمل ديزنتري. يعني اسهال وتعنيها وبينزل مخاط ومية. تعنيها يعني بيروح الحمام ديزنتري يعني بيروح حمام كتير. ويجلها اسمها تينيزمس. تمام? تينيزمس مع بلاد اسمها ديزنتري. هباطايتس ايه وهباطايتس ايه دول فيكو اورال. جيارديا لامبليا اللي هي جيارديا بنشهورة قوي في مصر بتعمل برضو فاتي ديارية وعلاجها المتريني دازور. ولما بنعلاجها بيجيله ساكندري لالتوس انتولورانس. انت بيبا فيستوليديكا كريبتو اورجانيزم. اه كريبتو سبوريديام دي. تمام? النوذو كوميال معناها ايه? معناها ان شخص محجوز في المسك.. جاله عدوى 24 ساعة بعد المستشفى او بعد اخرجه من المستشفى بسنة. او بعد اخرجه من المستشفى بسنة. اوب تو وان يير. يعني الطايم ليمت يومين بعد يومين بعد دخول المستشفى وسنة بعد دخرجه منها. لو عدوى جات له قبل يومين يعني مثلا هو دخل يوم السابت يوم الحد جات له عدوى دي نوزكم يلا. ده كده جاي 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 بيها من برا. كده جاي بيها من برا مش مش جاته في المستشفى لكن لو دخل يوم السابت قعد عندي حد واتنين وجات له يوم التلاسة اه ده كده بقالو تمانية واربعون ساعة جوا المستشفى. تمانية واربعون ساعة. ابتور おفتور افرد مثلا واحد خرج وبعد سنة جات له صفرة وجندس وفتاع وعملنا له هباطايتس في لقينا وهو في المستشفى جاء له هباطايتس في قاعد ست شهور وعمل له اكيوت هباطايتس مشكلتها ايه مشكلة النزو كوميال انفكشن ايه انها بيبقى العيان ده متربي على الغالي بكتيريا بتاعته شمت الانتيبيوتكس اللي في المستشفى كلها بتبقى ملتوبة طب ده ده خرج طب بفرض هو اصلا في المستشفى هيزيد الوقت والاستي بتاعه في المستشفى هيزيد الكوست هيزيد المورتاليتي والموربيديتي هتزيد وكمان هيبقى عنده هزبتال رزيسسنس سترين وانتيبيوتكس رزيسسنس سترين لان البكتيريا اللي في المستشفى دي بكتيريا اطلا بتصبع على الايد بنسلن كل يوم صبح وليل كده الايزوليشن الايزوليشن انواع لو انا باحمي عيان من رزبيراتروي انفيكشن يعني بتتنير من النفس وعاوز احمي المجتمع من العيان بحطه في نيجاتيف بريشر الهوا يدخل مايخرجش يعني ادي القضة بتاع العيان عنده تي بي مسلا بحطه في نيجاتيف بريشر نيجاتيف يعني الهوا ما بيخرجش منها الهوا بيدخل لها بس لان الضغط جواها اقل من الضغط برا ليه لاننا خايف العيان يقح ينشر inglés خايف العيان مثلا يكح ينشر التي بي فانا مانع ان الهوى بتاعه يخرج انا بسمع الهوى اللي برا يدخله عادي لان انا باحمل مجتمع منه هو النيجاتف هو السلبي فحطه في قوضة نيجاتف بريشر وباحمل مجتمع منه لكن لو هو عيان عنده امين كومبراميزد انا خايف عليه خايف عليه من المجتمع فبحطه في بوزيتف بريشر الهوى يخرج من عنده مفيش اي هوى يدخله خالص الهوى اللي بيدخله ببقى انا نفلتره وقضته بتضرد الهوى برا لان انا خايف عيان يكح برا يروح مدخله بكتيريا فهو ده شخص بوزيتف ده شخص موجب شخص امين كومبراميزد انا بحميه فبحطه في بوزيتف ايه بريشر يبقى بوزيتف ولا نيجاتف على حسب العيان فين؟ العيان جوه يعني هو العيان عنده فبحطه في نيجاتف بريشر فالضغط فيها اقل من الضغط برا عشان الهوى بتاعه ما يخرجش برا العكس صحيح طب افرد انا خايف عليه من الهوى اللي برا عاوز الهوى بتاعه يخرج وما بيش هوا يدخله فلازم للضغط جواه يبقى بوزيتف يبقى البروشر جواه اعلى فيطلع الهوى وما يخليش اي هوا يدخل طب لو كنتكت بتتنقل عن طريق السلام او الايد او الكلام ده كله زي مثلا الميرسا نقض عشر دقايق وهي هندخل على نفس اللينك زي الميرسا مثلا او في حالة الكوليستيريديم ديفيسيل سيباراتروم مش شرط تحطه في سيباراتروم بس اهم حاجة تلبس جلافز وتخسل ايدك ده المستو كومان كوز نوت مانداتوري مش معناها مش نعملها مش شرط نعملها هزون انتو عملتوا لين كان اقصوا دي البست ان احنا ناخد البرسونال بروتكتف اي بو اكويبمنت زي الجلافز والايه والابارول ومنخسل ايدينا كويس بعد التعامل مع المريض والحاجات دي كلها هنعزله اه قطوة مهمة بس نوت مانداتوري اهم حاجة البرسونال بروتكتف ليه لانها بتتنين عن طريق اللمس فانا مش هلمسه وهخليه يستخدم الحمام ويخسل ايده وبتاعه ونعزل العائلين كلهم في قوضة واحدة نعزلهم عن المجتمع بس اهم خطوة بقى عشان انا ماخدش المرض من قوضتهم لقوضة بره سريمة هنعمل ايه برسونال بروتكتف اي بكويبمنت زي الجلافز والابارول ونخسل ايدينا كويس زي الميرسا او الكوليستريديوم ديفيسي طيب اف هلس كير ويست انواع الهرس كير ويست النفايات بتاعت المستشفى فيه دوميستيك غالبا ما بتعملش عدوى زي مثلا الرموت بتاع التلفزيون الكسر الميليات الحاجات دي كلها ممكن تعمل بس مش يعني نادر اقل من 10% انها سورس اوف انفكشن ده اسمه دوميستيك فيه انواع تانية هزاردس هزاردس دي لازم تتحرق بقى دي ربع الهوزبتال ويست واختصارهم اي سي شارد اي انفكشو اس ويست زي البادي فليود مثلا دم وقع على الارض فده هزاردس طبعا المناديل بتاع العيان عيان عنده تبيعه عمالي يطلع كازيشا في منديل ده هزاردس الجلافز اللي انا استخدمته ده هزاردس تمام انفكشو اس ويست او تكون كيميكال اللي هو اي سي كيميكالز اس شارب شارب نيدل بقى والحاجات دي كلها هيفي ميتلز مهمة وغريبة لو جاتلي في الامسك يقول هي مالها ومال المستشفى لا هيفي ميتلز مهمة عيان مثلا الزئبق الزئبق بتاع الحشرات الاناتوميكال زي البادي بارتس تمام زي مثلا ان يكون اليوترس بتاع العيانة اللي انا شل نافع عملية وروحنا نوديه الباسولوجي ده يعتبر ايه هزاردس تمام الريديو اكتف اه اه طبعا لو مثلا جهاز الاشعاء تكسر واحنا جبنا عمال يشيلوا الجهاز ده الاشعاء الاشعاء اللي جواه خطر هزاردس فارماسوتيكال يعني مثلا لو عيان خد ليه لفاكسين لو فاكسين هو هزاردس انا خاف على عيانين من الفاكسين اه بعض الناس ممنوع ياخدوا فاكسين واحدة حامل واحدة منكم فالليفاكسين هزاردس ده ممكن الاكسبشن اللي يوقعني يقولي مثلا الملاية الشيت بتاع العيان الجلاف اللي باكسين اقول اه ده الملاية هزاردس واللي باكسين مش هزاردس لا العكس اللي باكسين هزاردس الملاية مش هزاردس الملاية دوميستيك لنحرق الملايات لكن بنحرق الحاجات دي كلها او بنتخلص بها بطريقة امينة بريشا رايز دي كونتينر دي طبعا الكونتينر اللي هو مضغوط مليان شارب نيدل او كده او كونتينر يكون جوه غاز مضغوط زي مثلا استوانت الاكسجين دي هزاردس برضو تمام فكده نعرف الهزاردس تلت حاجات منطقي اللي مش منطقي استوانت الاكسجين واللي اتنيوز باكسين باقي حاجات كلها منطقية كيميكالز شارب هبي متل برضو البيستي سايل حد هيقول هو مال المستشفى مال الحاجات بتاعت الحشرات لا دي هزاردس ماشي يا شباب ريديو اكتف وحاجات دي يقول لها ايه هزاردس اللي مش هزاردس اسمه وكلهم خطر كلهم بس في حاجات انلايكلي وفي حاجات ايه هزاردس دومستيك زي المخدة الملاية حاجات دي كلها دومستيك السرير نفسه افرض مسلا السرير باز وانا اعاوز انقله السرير ده دومستيك كلهم ممكن يبقى سورس طرح ما خارج من المستشفى هو سورس بس في حاجات اللي اسمها هزاردس وفي حاجات اللي هي ايه اللي هي اسمها دومستيك ماشي كلهم اسمهم هزاردس ماشي الملايات دي بتتغسل على فكرة و بتتعقن مفروض العضو اللي بتكون في الدم في حاجة اسمها بكتريميا يعني فيه بكتريا في الدم البكتريا طلعت توكسن وبتعمل في الدم اندوتوكسيميا توكسن من غير بكتريا في الدم وعمل دي اي سي وإيه 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 واندوتوكسوبشوك زي مثلا الهيموليتك يوروميكس اندرو تمام النيونيتر سيبتيسيميا بيكون الجروب بي استريفت جروب بي استريفت اللي اسمها جابس جي بي اس جروب بي استريفت هي الموست كومان كوز جروب بي تمام الانفكشنز بقى هنبدأ نتكلم عنها بالتفصيل ناخد بريك كده اللي اربع داقي اللي بقين دول ونيجي على آآ نيجي على اللينك تاني تمام احنا كده هنبدأ من اول هنا تاني يلا حتى عنده يسأل